السلام عليكم ورحمة الله تنتمنكم كاملين تكونوا باخر وعلى خير اليوم إن شاء الله الطبق المغريب الأصيل الحم بالبرقوق هالطبق هذا ديال العراضة وديالضياف وفيه تجي فيه واحد المرقة وواحد غميرة معسلة ومعلكة بنينة ما شاء الله غاتشوفوا معايا تبارك الله كدرت لها إلا عجبكم هاد الفيديو هادا ديروا لايك وبرتاجي وكي تعمل فائدة مع الأحباب والأصدقاء الجميع يستفيد تشوفوا تبارك الله هذه الضغميرة كي جهت معسلة معسلة يعني ندوزون المقادر عندي هنا الحم ديال البقري نقدون ديره ديال الفو ولا ديال الغنمي اللي كان متوفر وعندي هنا ربعات البصلات مقطعين مرسويات صغار هادا هي اللي كتعطينا الضغميرة البصلة ضروري نكتروا منها في الطبق هذا زيت البلدية والملحة والبرقوق البرقوق هنا بلا العظام يعني لا يوجد العظام وطيب هنا عندي معلقة ديال القرفة وجوج معلقة ديال السكرسانيدة بالنسبة للتوابيل ستحتاجون التومة سكينجبير والجونجنبغ معلقة صغيرة التحميرة معلقة صغيرة القزبر انبودغ معلقة صغيرة والخرقوم البلدي معلقة انس انس معلقة ديال البزار والسافر 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 لا يوجد العظام والسافر اول شيء سوف نبدأ بها سوف نشدد توابيل كاملين سوف نضيفهم في طبق في طبق ونضيفهم الزيت البلدية جيد لانا لا يمكنك نضيفهم لانا لا يمكنك نضيفهم ونضيفهم ونضيفهم في هذه المرحلة نضيفهم جيدا لنضيفهم كما اردت الزيت الكافية نضيف هذا الشيء كامل هو توابيل مع الزيت كما سوف ترى سوف نضيف هذا الشيء كامل يتمزج فنضيف سوف تكون لحم لم يكن لديكم الزيت الطيب واللحم في البلاسة الذي عنده الوقت يدخل لحم 4 ساعة يدخل فيه هنا سوف نضيف قليل الماء كما ترى لكي تكون كافية لكي تنغب لحم كامل مجمع الجوانب الحماهية لا يوجد ولكن لحم البقري غنمي والأدلوفو التي تأتي في هذا الطبق هذا ممتاز سوف نحرك هذا الحماهية مع التوابين جيدا كما ترى هنا وسوف نضيف الطيب سوف ترى هذه الطريقة سوف تأتي روعة هذا الطبق يعني ما شاء الله سوف نضيف الكوكوت وسوف نضيف هذه الحماهية كاملة والتوابين سوف نضيف من الماء لكي نضيف لكي نضيف هذه الحماهية كما ترى لا نضيف كثيرا كما ترى سوف نضيف النار ممتاز سوف نضيف البصلة التي سوف ترخيل الماء سوف نضيف واحدة دقيقة كما ترى تأخذ البصلة كما ترى هذه البصلة ونضيف كما ترى في هذه الوصفة سوف نضيف هذا كامل لا نضيف كثيرا لأن التوابل لا يضيف في الكوكوت سوف نضيف ونضيف هذا سوف نضيف جيدا لأن النحم يريد وقت تقريبا 50 دقيقة على النار متوسطة نضيف هذه الربطة القصبر نضيف هذا ونضيف التومة تومة تومة تدوب بتاتا ونضيف ممتاز مع اللحم ونضيف الملح الكافي لكي نضيف هذا ونضيف هذا الماء التوابل كامل لكي نضيف الماء كافي قريبا ونضيف هذه اللحمة كاملة ونضيف الكوكوت ونضيف الطيبة على خطرها كما قلنا من 40 إلى 50 دقيقة على أن النار تكون متوسطة لا تكون مشاهدة بثاف ونضيف البرقوق البرقوق نضيف قليلا ونضيف القرفة والسكر كامل نحرك ذلك ونضيف البرقوق إلى البرقوق نضيف قليلا قليلا ونضيف هذا ونضيف ونضيف القرفة والسكر ونضيف وعمل مجموعة ونضيف 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 من جد المنزل ونضيف ونضيف سوف نحيض هذا القذبر الذي نعرفه سوف نحيضه سوف نحيضه اللحم سوف نحيضه ضغمرة كما سوف نرى معنا سوف نقص على النار سوف نتركها سوف تبق بق مع رساتها تحتها تضغمر وتولي معسلة سوف نحيضه سوف نحركها و نقص عليها سوف نقص على النار لكي توجد هذه الضغمرة في هذا الشكل لا يوجد المرقى كثيرة و لا يوجد المرقى لكي يجب أن يغمص كما تعرفون أننا المغاربة سوف نحيضه الخبز مع المرقى سوف نحيضه قليلا سوف تكون في هذا الشكل معسلة يعني معسلة خاطرة هذا هو الشكل الذي نريد أن تكون في هذه الضغمرة هذا هو الشكل الذي سوف تحصل عليه النتيجة التي سوف تكون هذه كما رأيتها لا تخفيفها و لا تقلعها سوف تكون في هذا كومينفو نقص عليها النار و دعوا هذه البصلات تتعسل مع رأساتها هذا التوابير الراكيجي و ممتاز لأن النتيجة مهمة تكون في حالها على البرقوق لأنه هو هذا نشده و ندوز شيئا في هذا الجلجلان الذي محمر بهذا الشكل كما ترى معنا لكي نزين به و سوف يأتي مع الحماد البرقوق هذا مع القرفة والسكر ممتاز و سوف يأتي إن شاء الله تقلعها هذا البلاء يعني شيئا معروفة عن جميع المغاربة اللحم هو الأول و نزيد عليه هذه الدغمرة و ندوز بشوية البرقوق و البيض و سوف يأتي عن البلاء المغرب يعني العراسات و الأفرح و تأتي مع السل ما شاء الله يعني نزيد هذه الدغمرة من فوق بهذا الشكل كما ترى معنا هنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر و الطبق لحم بالبرقوق هو هذا بالضغمرة للطريقة المغربية أه تشكركم بزفزف على المتابعة و تشجيع و إلى اللقاء في وصفة قادمة إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر